استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وليعهد عجمان اليوم بديوان الحاكمة سعادة توماس اندريك الفيس رئيس دولة استونيا السابق ومؤسسة تحول رقمي في بلاده والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا وتم خلال لقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الاهتمامات المشتركة واستعراض عدد من المشاريع واخر التوجهات الاستراتيجية للاستخدام التكنولوجي والتقنية الرقمية وكذا سمو ولي عهد عجمان ان الامارات تسعى جاهدة الى تحويل جميع الخدمات الحكومية الى خدمات رقمية معربا عن امله في رؤية جميع الخدمات بحكومة عجمان كذلك ومؤسساتها وهيئاتها قد تحولت الى خدمات رقمية باسرع وقت ممكن